عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبا للغرباء وقد جاءت روايات أخرى في بيان من هم الغرباء وأنهم الذين يصلحون إذا أفسد الناس وأنهم النزاع من القبائل وأنهم وأنهم من أهل الخير وهذا الحديث فيه أن هذا الإسلام وهو دين الله تعالى إن الدين عند الله الإسلام بدأ غريبا يعني لما بدأ هذا الدين استغرب الناس منه لأنها جماعة كفار قريش كانوا بيعبدوا الأصنام والرسول عليه الصلاة والسلام ومن معه من المسلمين كانوا يعبدون الله تعالى وحده لا شريك له فكانوا غربا في وسط النازل الكفار كانوا طوفوا بالبيت وهم عرات لا يرتدون لا يرتدون شيئا من الثياب والمسلمون يطوفون بالبيت وهم يلبسون أحسن الثياب خذوا زينتكم عند كل مسجد الكفار كانوا يدفنون البنات وهن أحياء البت حي ادفنوا وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت وذلك خشية العار والمسلمون ما كانوا يدفنون البنات وإنما كانوا يربون هؤلاء البنات على طاعة الله تعالى وعلى الصفات الحسنة وهكذا ولذلك الإسلام بدأ غريبا كان المسلم لما نجي ماشي والكافر شوفوا والكافر التاني شوفوا كانوا يستغربوا منهم قال الله تعالى إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون إسلام زمان بدى غريب الرسول عليه الصلاة والسلام قال لك بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ والليلة جماعة الزولة اللي يطبق الإسلام الحق بيكون غريب في وسط الناس والله ناس يلبسوا حجبات هما الشساء بيده بس معتمد عليها الله سبحانه وتعالى غريب إذا قال للناس الحجبات ما بتجوز ومن الشرك بالله والحافظ هو الله فالله خير حافظ وهو أرحم الراحمين الناس يستغربوا إنه يقول لك حجبات زا تحرمتوا ما حرمنا نحن الله سبحانه وتعالى قال قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا الله جل وعلا قال وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو الله سبحانه وتعالى قال وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال فإذا مما تتعلق بي الله سبحانه وتعالى أتيد على الحجبات أتيد على الكمون البيربطوه في الطفل يقول يحفظ الطفل من العين والنبي عليه الصلاة والسلام في مسند الإمام أحمد وفي السلسلة الصحيحة من رواية عقب بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من علق تميمة فقد أشرك عديل كذي قال لك اللي بعلق تميمة أشرك بالله تعالى لا تربط لك حجهب ولا كمون ولا سبح في رقبتك ولا شيء تقول ده بحفظني ولا ودع ولا غير من الأشياء فبتبقى غريب في وسط الناس الناس الليلة إذا قلت لهم نادو الله براو وحده لا شريك لا يقول لك إتا وهابي تقول لهم نادو الشيوخ نادو فلان وفلان وفلان يقول لك إتا زول تمام بتحب الأولياء نادو الله براو إتا كعب وهابي أبو ديقين أنادو الشيوخ إتا سمح أزداد الفهمين شيء شكاة جماعة رب العز والجلال قال في القرآن قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى آه الله خير أم ما يشركون أخير نعبد الله براو ولا نشرك بها الله سبحانه وتعالى يقول لك يا مولانا احنا ما عندنا مشكلة ندعو الله لكن احنا بندعو الله وندعو فلان من الصالحين دم الشيرك ذاته الشيرك شنو الله وفلان دم الشيرك ذاته انت قال إياها وذكا جماعة زول إذا قال يا رب نجيني من الكرب عبد منه عبد الله ونادى واحدا لا شريك لا يا رب واحد لمن يقول يا الله ويا فلان نادى كم نادى واحد ولا اثنين واحد ده توحيد نادى اثنين ده واحد ولا اثنين اثنين طيب ده توحيد ولا شيرك ده شيرك بالله لانو نادى اثنين يا الله يا فلان قال قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أم ما يشركون أم من خلق السماوات والأرض الخلق السماوات والأرض من الله سبحانه وتعالى وأنزل لكم من السماء ماءا أن نزل المطر من الله سبحانه وتعالى فأنبتنا به حدائق ذات بحجة موية واحدة تنزل من السماء موية لونة واحد وشكيلة واحد وطعامة واحد تنزل في الأرض الأرض تنبت بإذن الله ده شجرة لونة خدرة وده وردة لونة بنفسجية وده وردة تانية لونة صفرة وده بالتيخ لونة مشخت وده شمام لونه أصفر وده تفاح لونه أحمر ودهك ما بعارف ايه كذا وده أسود بازنجان لونه أسود ودهك تبش لونه أخدر بأسود الشغل ده كم لون ألوان كثيرة والموية النبت منها الزرع دا عندها كم لون واحد الغير الألوان دمنوا الله سبحانه وتعالى قال فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون يعدلون قيل من العدول الميل أي يميلون عن الحق إلى الباطل ويعدلون قيل يسوون غير الله بالله تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين يقولوا الله بدي الجنة وشيخ فلان بدي الجنة الله بجيب الرائحة شيخ فلان بجيب الرائحة الله نناديه في الشدايد وشيخ فلان نناديه في الشدايد الله نحلف فيه وشيخ فلان نحلف فيه ده شرك بالله سبحانه وتعالى الله براه بس شكذي بعده قال أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسيا الجبال تثبت الأرض وجعل بين البحرين حاجزا لقى الله شوف القوة دي وشوف العظمة دي التأسي لو جابوا لك كباية بتاعت موية كباية جابوا نفرين ده كبا نس كباية بتاعت موية ودك جابوا نس كباية برضو كباية بيقت كباية كباية في إناء واحد كباية واحد وخجوها قال لك مرق الموية الأولى من الموية الثانية تقدر أمن يتلخبطا تقدر تمرقين الله سبحانه وتعالى قال لك بيجرين بحرين ماكو بايتين بحرين وجرم في مجرى واحد ويطاقشا وما بيتلخبطا بحر كامل نقطة ما بتتلخبط بيغاية شكاية قال المرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان قال وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَا رَوَاسِيَا وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أَإِلَاهٌ مَعَ اللَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ بعد قال أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجَعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَاهٌ مَعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ أَلْ بِجِيبَ الْمُضْطَرِّ مِنْهُ أَجَمَاءَ ذُول جاءت كُرْبَ أَلْ بِنَجِّيكُ مِنْ الْكُرَبُ أَلَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ قُلْ مَنْ يُنَجِّيكُمْ مِنْ ظُلُومَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضَرُّعًا وَخُفِيًا لَيْنَ أَنْجَانَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ قُلْ اللَّهُ يُنَجِّيكُمْ مِنْهَا وَمِنْ كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ أَنْتُمْ تُشِرِكُونَ الليل نساوينا إلا من رحم الله رجالنا إلا من رحم الله تعالى عربية دارة قلب بذل نادو الله يا الحسن من المحن ويا واتبدر من الفقر ويا شيخ فلان وشيخ علان وتتكلم معاهم يقول لك الكلام ده كيف الكلام ده ما هو وكر الصديق رضي الله عنه لما الرسول فارق الدنيا صلى الله عليه وسلم قال من كان يعبد محمدا فإن محمدا شنو قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت زول مات دا جماعة إنت ابتدعوا ليه الله يرحمه إنت ما ابتدعوه من دون الله لأنه مات لأنه الله جل وعلا قال وتوكل على الحي الذي لا يموت وديها جماعة ما يساءل يزول والله أي يزول يقول دي يساءل يشيت حيله يوم القيامة أي يزول تقول له ماتنا هذه الشيوخ يقول لك دا نبس داون دا يشيت حيله يوم القيامة تعرف يشيت حيله كيف لأن الله سبحانه وتعالى قال ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا تقدر تجادل الله يوم القيامة تدافع عن فلان علام من الناس ناسا جماعة حق الله سبحانه وتعالى بدل يدولي الله يدولي عبيد الله جل وعلا يا أخنا لو بابني لي في بيت خمس سنة خمس سنة بابني في البيت وصوت للعرش والأبواب والشبابيك وإلى آخره وجبت العفش بتاعي دخلت جوا سرائر وحاجات وغيره وجبت أولادي دخلتهم جوا البيت بعد شهر جزول دق الباب طاق طاق دق الباب دا بيتك إتا دخلت فيه أولادك جزول دق الباب المرأة فتحت الباب إتا ما في الشغل قال ليه أمرق إتا وأولادك ليه قال ليه البيت دا حقانه وينو ورقك ما في ورق إتا بنيته لا بس حق إتا بتجي من شغلك بترضى تقول لهم خلاص أمرقه يلا خشيتاه ولا تمشي تفتح في بلاغ ودسل عكازك طيب يا جماعة أعظم بيتك ولا حق الله سبحانه وتعالى الله بنى السماء دي كلها في شيخ قالوا نحن بنين السماء رأيك شنو فرعون فرعون ما قال أنا بنيت السماء قال أنا ربكم الأعلى لكن ما قال بنيت السماء واحد من الخطمية عنه كتاب اسمه النور البراق قال فيه اسمه عبد الله العيدروس داك المؤلف نقل عنده قال أنا عرشها والكرسي أنا للسماء لولا الحياء من ربي نار الجحيم أطفيها رأيك فيه شنو دا قال أنا عرشها والكرسي أنا للسماء للسماء بانيها قال من السمم الله يا آخي شف عرف المعلومة دي وعارفين ناصل في شيخ وصل السماء عشان ابنيه واسعالة قال الله انجابه شيوخ الأرض قالوا ليون الدوبوهي بس بيقدروا قالوا ليون جيروه بس بيقدروا ولياك كله هو الساي والزولة جماعة ما يزعل انت ما تزعل انت مغرود تزعل لأله سبحانه وتعالى لأنه قال لك دا قال لك أنا عرشها والكرسي أنا للسماء بانيها والله في القرآن قال أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها بنا الله سبحانه وتعالى رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم والزولة جماعة قبل انتم الكلام أنا كلامنا دا مرات حار مع ليش حار الله قال إنا سنلقي عليك قولا ثقيلة وحار لكن دا الرجال يشيلوه قوي يا يحيى الله سبحانه وتعالى قال في القرآن يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا الله جل وعلا قال والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين الله سبحانه وتعالى قال فخلف من بعدهم خلف ورث الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يأخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق زول يقول الحق ويصبر يا أخي في صحابة الرجال كلهم الرجال الصحابة الدين نشالوا نشاروا بعز عزيز أو بذل ذليل والله البيهق قال في صحابه اسمه أبو محجن الثقفي رضي الله عنه شو الصحابة دراجل كيف هم كلهم شجعان ورجال أبو محجن دا كان مبتلا بشرب الخمر صحابي جليل لكن كان مبتلا بشرب الخمر في أول الأمر الرسول عليه الصلاة والسلام في زمنه يجيبوه الصحابة دا يجلدوه في زمن النبي عليه الصلاة والسلام الرسول مات صلى الله عليه وسلم جاء أبو بكر الصديق رضي الله عنه حكم المسلمين أكثر من سنتين سنتين وستة أشهر ومات جاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه حكم المسلمين في زمن عمر بن الخطاب في غزوة ومعركة اسم القادسية القادسية أبو محجن كان من الجنود المشهوا يقاتلوا في القادسية صحابي قوي قوة شديدة مرة واحد بعدين لما مشى شرب الخمر هو في نص الجيش تاعة المسلمين وقائد الجيش سعد ابن أبي وقاص لما انقبضوا أبو محجن جاءبوه لسعد قال لهم اضربوا خيمتين قبل المعركة تبدأ قال له نضربوا خيمتين الخيمة الأولى خدت فيها زوجته ده سعد رضي الله عنه الخيمة التانية خدت فيها أبو محجن رضي الله عنه وربطوا بجنازير وطبلوا بطبلة وعدى المفتاح لزوجته قال له ده ما يخرج هو الوقت داك شرب شنو الخمر قال له بعد المعركة انتهي بجأ طبك فيها الحد أو جلده أربعين صوت وفي زمن عمر بن خطاب تمانين صوت لمن المعركة بدت أسعد ابن أبي وقاص رفع اللواء وابو محجن ويعى خلاس السكر زحى بقى خلاس واعي أسمع الصهيل الفرسان وكذا وكذا أسمع أصوات السيوف وشجاع جدا قام بكى أبو محجن بكى رضي الله عنه قال المسلمون يقاتلون في سبيل الله وأنا هنا مكبل بهذه القيود والله لإن فك اليوم قيدي ليرين الله ماذا أصنع بس كذلك أنا قال بمشي في المعركة دي وقاتل زوجة سعد سمعت الكلام لأنه خيمته شنو جام خيمته جاء الداخل عليه وهي محجبة فقال لها عهد لله علي أنا قال لها عهدك قدام الله سبحانه وتعالى لئن فككتي قيدي لأقاتلن ولئن كتب الله لي الحياة لأعودن في القيد حصلوا سعد ختاني عشان بعدين شنو الحد أنا قال لها عهدك قدام الله كان بيقيت حي بجي راجع وتاني ربطيني في محله بس يتفكينه عشان أمشى جاهد شوف دي الرجال يا أخ منصر الدين طوالي فكته لما انفكته سعد شايل الراية وماشي بي رجله وعنده حصانة جنب الخيمة اسم البلغاء حصان أو حصانة طوالي أبو محجن اتلثم وركب الحصان بتاع سعد وفكاو وخش المعركة المعركة بدت أو واصلت وانتصر المسلمون وجاء أبو محجن إلى مكانه ربط الحصانة وجداخل وصاح نادى زوجة سعد وربطته شالة المفتاح سعد قبل ما يدخل على أبي محجن دخل عليه زوجته لقى بر الحصان فيه عرق معناه تحرق حصانة ودخل عليه زوجته قال له ما الذي حدث حصل شنو في المعركة قال لا هجم عدو الله على جند الله حتى كاد عدو الله أن يغلب جند الله فبعث الله فارسا ملسما الله قال لا جا واحد ملسما فشق هام المشركين يمنة ويسرى قال لا ذا بشقهم كذب ويجر عجب ويشقهم فارتقهم حتى نصر الله به المسلمين ووالله لإن لم يكن أبو محجن في القيد لقلت الضرب ضرب أبي محجن والفرس فرسي والله الحصان بتجبع حصانتي والضرب دا إلا أبو محجن دا لأنه زول قوي شديد فقال الزوجته بل هو أبو محجن دا أبو محجن ذاته فدخل عليه فوجده مطاطع الرأس اللقاءه قاعد مقيد هم دنقر والدم يسيل منه وهم ربط فبكى سعد وقال وددت أني لا أضربك على حد بعد اليوم يا ريتناتاني ما أضربك الزيك ما بضربه فقال أبو محجن والله لا أشربها بعد اليوم كنت إذا شربتها طهرتني بالحد ولقد علمت أني إذا شربتها اليوم لم يطهرني إلا النار تبت إلى الله فك القيود بتاعته طبك في الحد جلده وفكاوتاني ما شرب أبدا ولذلك جماعة الدين دا بنصروا الرجال الزيك لما نجيف قدام أهره وقدام بلده كله زي هود عليه السلام قالوا ليه إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قالوا ليه نحن الآلهة بتاعتنا دي سوت لك حاجة في رأسك قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا قال لهم فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم إبراهيم عليه السلام قال الله عنه وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين لمن أبو إبراهيم قال له لئن لم تنتهي لأرجمنك وهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا قال لهم وأعتزلكم مش الدين دفرقنا قال لهم بمش منكم وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا وهناك في سورة الصافات وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين ذاك يا جماعة الدين دا ذاهر رجال ما ممكن زول الليلة لو مسكك في الشارع يا أخي لو مسكك في الشارع من جلابتك وداك كفين وقلع قروشك بالقوة وداك شلوت وقال لك يا الله أمش تخلي زايد تخليه تزور راجل طيب يا أخي الرسول قال صلى الله عليه وسلم في البخاري ومسلم من رواية معاذ رضي الله عنه قال حق الله على العباد دا حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشرك به شيء وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيء دا قال الله ما يعذبك لا قلوه يدى موحد عديل نظيف لا فكي لأحجاب لا تراب يقع لك الله لو طفل طفل بسف تراب أبوه ينهرو أموه تنهرو يقول لي يا جنة تراب بيازاك بيازاك الطفل لو بسف التراب ينهرو من يده طق يدقوه يقول لي يا بيازاك الطفل اكبر يلقى أبو بسف التراب جنب القبة هس دا ذاته ينهر أبو يعني ولا يسوي لي شنو ذاته تسفت في التراب زور راجل تسف في التراب تقول لي يا أخد فيه بركة قال لك منو فيه بركة الدليل فيه شنو الدليل شنو على أنه فيه بركة خدعوا الناس والله الذي لا إلى غيره يغل مرة تلقى راجلة جنبه شوف الإهانة دي كيف راجلة جنبه عربية دارت انقلب تنادلها راجل تاني يا فلا نلحقنا معنا هذا شنو الجنب هذا أنا هذا تساهم أصلا ما ما لعينة لو ما لعينة ما كان نادة راجل تاني لكن دي إهانة له لأن الشرك فيه الإهانة والتوحيد فيه العزة والله أرجى الزول يمشى على وجه الأرض الزول اللي عقيت فيه الله بس قل لك أنا لا بخاف من الشيخ لا دجال لا فكي لا ساحر لا غيره أنا عقيت فيه الله براه بس سبحانه وتعالى شكية جماعة آخر آية من سورة الكهف رب العزة والجلال قال فمن كان يرجو لقاء ربه الدار يموت بالنجيضة فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك لعبادة ربه أحدا ما قال صنم قال أحدا أي أحد أي أحد أبو وكر الصديق رضي الله عنه قال من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت الليلة لو قلتها للناس يزعلوا وقلت لهم يا أخي العقيت في شيخ فلان شيخ فلان مات ولا نبست ولا شتمت ولا قلت دا في النار ولا قلت عضان عامل كذي ولا نبز بس قلت فكي فلان دا مات والبيعبد الله الله حي ما بموت يقول لك اتما لكماله ما في صحابي قال لأبي بكر اتما لكماله لأنه العقيدة الصحيحة الله في القرآن قال وتوكل على الحي الذي لا يموت وأسألكم بالله في حي ما بموت غير الله سبحانه وتعالى ملائكة بتموت شفت الملائكة بيجبريل بيموتوا كلهم كل من عليها فان ويبقشن وجه ربك ذي الجلال والإكرام كل شيء هالك إلا وجهه يا خزول يدعو الله يتوكل على الله يعتمد على الله الكلام ده جماعة يفرح كل مسلم كل مسلم يفرح بهذا الكلام وتقر عينه به أما الزلل بالضايق من التوحيد راجع نفسه لأن الله قال من صفات الكفار دي ما من صفات المسلمين قال وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ إِشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهُ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ أسئلَهُ جِبْتَ لَكْ ذُولِ إِمْدَحْ لَهُنْ إِبَشِّرُوا أنا والله ما أقصدي القاعدين دين جزاك والله خير والعريس الله يحفظ وأهل وأعمام غير الله يحفظ والناس البناصر الدعوة دي ونحن والله الجمعنا الدين والله لم ندعو لي حزب ولا طائفة ولا جماعة ندعو إلى الله العظيم سبحانه وتعالى لو قلنا للناس خلوا شيوخكم أنادوا شيوخنا إيزعلوا ولك شيوخك أحسن من شيوخنا لكن قلنا له خلوا شيوخ كنوا شيوخنا ننادي الله بس في مشكلة معاه الله سبحانه وتعالى كريم يا أخي رحمن رحيم جل وعلا العقيدة تكون فيه صحيحة سبحانه وتعالى التوكل يكون عليه الاعتماد عليه ده كلام بشرح الصدور فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء تجيب مدايح كل كلام فارق ما يقول لك بيمدحوا الرسول عليه الصلاة والسلام كذا يجيب بيمدحوا بيقول فيه شنو كان مدحوه تلقاهم بيغلوا فيه له مدحوا في شكله قالوا الرسول كان طويل الشعر إلى منكبيه وفي رواية إلى أذنيه كان كأنه أقرن الحاجبين وليس به قرن كان جميلا صلى الله عليه وسلم واسع العينين واسع الفم كان صلى الله عليه وسلم طويل الرموش كان أبيض مشرب بالحمر كان عظيم الكراديس يعني العظام صلى الله عليه وسلم من قوته لو وصفوا شكله زي ما جاء في السيرة تمام ما مشكلة لو ذكروا أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام كان كريم كان رحيم كان رؤوف كان يحسن صلى الله عليه وسلم كان 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 من الخير ده خير ما عندنا فيه مشكلة لكن من غير موسيقى ومن غير غلو من غير ما يغلو فيه ما ممكن يا جماعة بيت اجيبوها يا أخي في التلفزيون ولا في الرادي تقول أحمد يا حبيبي سلام عليك لو قالت حبيبي بس تمام ما مشكلة تحب الرسول عليه الصلاة والسلام وده من الدين لكنه مش قدام شوف قالت شنو أحمد يا حبيبي سلام عليك يا مسكي وطيبي سلام عليك يا كاشف الكروب سلام عليك يا غافر الزنوب سلام عليك ده غلو ولا ما غلو ألبي يغفر الزنوب منوها جماعة الله سبحانه وتعالى قال في سورة آل عمران والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم بعد قالوا ومن يغفر الزنوب إلا الله ما كلام واضح ألبي يكشف الكروب منو الرسول صلى الله عليه وسلم يوم بدر استغاثوا بها الله تقول لي قال إذ تستغيثون ربكم ده الرسول عليه الصلاة والسلام الله قال عنه كذلك ألبي يكشف الكروب الله سبحانه وتعالى قال قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون مدايح يا أخ واحدة ما مفهومة ذاته يوم داك سمعت واحد قال بمدح قال ساري الليل للقرض قرش قل قال لك قرمش قرض منو والله قال كله من الطيبات إنت تاكل في القرض البلد دي ناقصة قرض ذاته قال ساري الليل للقرض قرش ماهو الحبوب ماهو الأخبش عنده حصانة ما بتفتش تهربت العالية بتحركتش هس إذا فيها دين واحد تاني قال دخل بلياء طلع كيكي ماهو الفجل ماهو البامبي سيدة دين ولا ملجة بتاعت خدار دي عبادة يعبد رب العزة والجلال بها يا أخي دي هو المديح هل فيه فائدة ناس قدسوا في البشر واحد قال كباشي كم أدى ولد والله دي عقيدة شارون ما يعتقد شارون شفت تيرام ما يعتقد عقيدة ذي تعتقد ذو البيت دي جنة الله قال أفرأيتم ما تمنون إدتو ديل ودي ما في العصنام دي آيات وعي يقول لك في العصنام لأنه صنم ما تمنون في صنم تمنون أفرأيتم ما تمنون أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون مش كلام واضح جنة دال بيخلقوا منه في سورة البقرة ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن في كلام واضح من ذا نخلق الله يا أخي جل وعلا يقول لك كباشي كم أدى ولد في كل بلد كم حل عقد كباشي يربط ويحل في كل ما حل كباشي المتوكل لأمره يكل كباشي كباشي من غير ما سأتفل كم أدى طفل كباشي شكي المرة المبتلد خمسة سنة يقول لك مش لفلان ادى يا جنة فلان بدي جنة وقلت راجل تودي مرتك لراجل تقول لأ ادى يا جنة ووي كلام دا غلط شديد جدا ودي أخ تقول لأ ادى يا جنة أخ ما شفت الأنبياء زكريا عليه السلام شف أعزاء تضحكه فاهمين الحاصر والله أنبياء أخ زكريا عليه السلام كافها يا عيصة ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداءا خفية شوف عليك الله زكريا عليه السلام شوف الأنبي بعرف ذاته يدعو الله كيف قال رب إني وهنا العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقية وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي شنو عاقرا النبي قال مرتي عاقر تقول لي فكي بدي جنة ونبي قال مرتي عاقر والله الذي لا إله غيره قبل الفاس اقع في الرأس والظهر غيره قال وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا من نكت يا الله جنة ما ادعك لأ الله تاني بديك لأمرأ يرثني ويرث من آل يعقوبة واجعله رب رضي الله قال لي يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيا لم نجعل له من قبل سميع قال ربي أنه يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا تاني كرر وقد بلغت من الكبر عقيا الله قال لي كلمتين لو فيه امتين تاني ما بتمش لي فكي لي جنة قال كذلك قال ربك ذي الكلمة الأولى قال كذلك قال ربك هو علي هين علي الله هين يديك الجنة لكن عليك هين شنو صعب ودار تعرفه هين علي الله سبحانه وتعالى الكلمة التانية وقد خلقتك من قبله ولم تكو شيعة اغمى ابزول والله يديك والله تحدى الناس مش في جنة جنة دي حاجة كبيرة نقول لك فلان بدي جنة بدي جنة كيف اذا دعى الله والله ادىك جنة دي ما عندنا فيها مشكلة دعى الله والله ادىك جنة دي ما عندنا فيها مشكلة هم بقولوا دعى الله هو قال لك كباشي كم ادى ولد ادى دا راجع علي منه وذاته عمك دا ذاته معقولة يا اغي الله تحدى الناس مش في جنة جنة دي كتيرة جدا قال يا ايها الناس سورة الحج الصفحة الاخيرة فوق بداية الصفحة قال يا ايها الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله اللي بتنادون من دون الله لن يخلقوا ذبابا في تحدي اقوى من دا ما قال لون اسد ولا فيل ولا خروف لا 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 ضبانة بس كانت لموا الشت شاني خلقوا ضبانة ما يقدروا كل لون ادتوا اخلقوا الضنب بتاع الضبانة ودتوا الراس ودتوا الجنحين ما بيقدروا لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وما كده بس قال وان يسلبهم الذباب وشيئا لا يستنقذوه منه الضبان ما بيستاذنك وياكل نزنك عم عبد الله ناكل معاك هناك ومرقايق بكزرة ما انو شغل زي دا الضبان بيجي طاهر طوال ووق بخش ولا بص من ذاته الله واعلم بيجي غاشي ولا بغسي اليده اياكل وركلك فين اخرتك شوف الحقارة دي كيف فين اخرتك وطير جنب المروحة وربقى مارك الرجال كذي وصل قال وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب شام ما تقول نحن بننبز الله قال ليك البناد غير الله ضحيف والبناد ذاته ضحيف هارا يكشون ضعف الطالب البناد غير الله والمطلوب البناد ذاته ضحيف قال ليك ما قدر الله حق قدره ان الله لقوي عزيز والله الذي لا اله غيره ولا رب سواه والذي خلق السماوات السبع الشداد التي انطبقنا ثم تفرقن ما قدر الله من دعا غير الله سبحانه وتعالى اي زول تلقاه بيدعو غير الله وعتر يفلان ده زول من اسوأ خلق الله ده زول ما بعرف الله صاح لانه بتعرف الله ما فعظا منه يا خيال الله قال ليك كان باري الضيشة مليه تزنوب تعال لي بس انا بغفر لك قال يا ابن ادم في سنن الترمذي من رواية انس رضي الله عنه وفي صيح الجامع عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ربي عز وجل يا ابن ادم انك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا ابالي شامد قل لينا وسخان والشيخ ده ولي وصالح ونظيف وقريب من الله قال ليك يا ابن ادم انك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا ابالي يا ابن ادم لو بلغت ذنوبك عنانا السماء زول الأرض دي ما لا ذنوب جد وذنوب دي طلعت لما نصلت السحاب دا باقي لك دا عنده كم زنب ذاته يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنانا السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي قال لك ولا أبالي آخر الحديث قال يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة ثم لقيتني لما متكد انتكلت الطق شاء لوك ودوك القبر إنت موحد عقيتك في الله تمام قال لك لا أتيتك بقرابها مغفرة هذه بناس في صحابي في صيح البخاري اسمه عبد الله ابن حمار عديل اسمه كذب الصحابي دا بيجي بضحك الرسول عليه الصلاة والسلام بيجي بضحكه انشال ليه كيلو موز يقول يا رسول الله خذ وادية ثاني انشال له بورتوكان بعد أيام قول يا رسول الله خذ وادية بعد أيام جبله تفاح قول يا رسول الله خذ وادية بعد سبع عشر يوم يجو سعجلة لاتة أم فار قول يا رسول الله هذا صاحب الموز ده اللي ادينت لك منه الموز وهذا صاحب البرتقال وهذا صاحب التفاح ادينت لك من ديل اديهم حقهم يقول لها يا عبدالله ألم تهدي إليه انت اديتني هدية شوف الصحابي ده عليك الله فيه خير كيف يقول لها يا رسول الله أعجبني لك وليس لإيمال عجبني الحاجات دي عجبتني لك وما عند قروش لمن شرب الخمر وجابه وجلده واحد قال لعنه الله ما اكثر ما يؤتى به فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله ده اللي فيه خير ما تلعنه قال فإن تتلاقي الله شفت عقيد تكديف الله نظيف موحد طيب في حديث في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه قال جاء أعرابي أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابي فقال يا رسول الله ما الموجبتان البوجب دخول الجنة شنو برحمة الله والبوجب دخول النار شنو فقال النبي صلى الله عليه وسلم من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار شاكده نحن ده موضوعنا موضوعنا الأساسي موضوع التوحيد والعقيدة ودي نصيحا نقول لأي جول يخاطب المسلمين ركز على التوحيد والله البلد دي الله يفتح علينا كلا قالوا وَلَوْ أَنْ أَهْلَ الْقُرَى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون يا أخي تكذيب جول ما مصدق القرآن القرآن يقول له إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم الله يقول له كان دعيت غيري ما بيسمع وكان سمعك ذاته هو ما بيسمع لكن كان سمعك ما بيستجيب لك تلقاه يدفن الميت ميت بدلت تدعو له بالرحمة والمغفرة والله يتجاوز عنه وكذا وكذا ميت يدفنوه أربع رجال يجردوه من الثياب ويخدوه في عنقريب زول لو بيقى أصلح خلق الله في أرض الله يجردوه من الثياب ويخدوه في عنقريب ويرفعوا من رقبته من ظهره بفوق ويضغطوا بطنه ينظفوه ويجيبوه أربع جرادل ثلاثة جرادل يخدوه جرد المؤسي وجرد البيكافور وجرد البيسدر ويغسلوه ويشيلوا باقي الشنب ويشيلوا الضفور ويشيلوا وينظفوه ويغسلوه ويقلبوه بيجاي وبيجاي ما قادر يتحرك صح ولا ما صح ده الميت بعد غسلوه ويشيلوا يجيبوه تلاتة قطع زي الملاية يسي من الكفن الراجل تلاتة والمرة خمسة يخدوه فوق الكفن الأولى والتانية قطع والتالتة ويربطوه تلاتة رباطات ويخدوه فوق بيرش وفوق عنقريب ويشيلوا أربع رجال يودوا المقابر يحفروا المطمورة وودوا لحد اللي يقول لحد ويدخلوا الجوة القبر وراجد بيجنبه يعني يتخيل والله ده له ما قفلوا ما يمرك شوف يخليه فاتح زي ده عارف كلامي ده الليلة جربوا يتبه الليل خد سريرك كذي مع الحيطة وارجد بيجنبه قول تقوم والله ما تقدر تقوم لو على ضارك بتقوم بطنك بتقوم بورك لكن بيجنبه تقوم كيف باقت بيجنبه تقوم كيف بيجعي يرقدو تحت وجيبوا اللبن تاك 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 يقفلوه وجيبوا الطين إلى يسوه وفي ناس بره بكونوا قاعدين تان تنظير بردو ولك في نفسين ما بخلو لك نفس في السودان ده هنا موت في البلد دي خلاص إلي سوق شفت طين وبعد ده جماعة فوق ليه تراب فوق ليه تراب قريب متر بعد ده الأربع الشالو اركبوا الحافلة اصلوا بين الترع العربية دارت انقلب يقول ليه افلان الحقنا والدفنتو ده شنو هو يذهب الحق دفنتو يدوه يذهب الحق دفنتوه إذا بيسمع الله يقول في القرآن وما أنت بمسمع من في القبر الله يقول إنك لا تسمع الموت الله جل وعلا في القرآن يقول أموات ولو قال أموات براك فايا بعد قال لك أموات غير أحياء غير أحياء يعني شنو يعني أموات جوه الكلام ده مؤكد كيف أموات ما تشك غير أحياء وما يشعرون أيانا يبعثون الله يقول لك وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إتتناديهم خمسة وستة وحسون من المدفونة ودفن منه ذاته ودفنوا شنو ذاته ويا واحد لقيته والله كريس زيدي شفتها حافلة زيدي كذي لقيته في الحزبة كاتف فيها يبشام وراء وقدام يعني ذات ما في وقت ذاته ينادي الله ولا قال ليه بشام وراء وقدام ذاته بناده الله امتين ذاته وبنادي فيها تكرب ذاته وياها الكفار الأوائل كفار قريش لما انتج العصر بناده الله براوه قال وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا قال فإذا ركبوا في الفلك سفينة دعوا الله مخلصين له الدين براو إخلاص دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون شكذي والله يا جماعة لأننا الآن عندنا محاضرة خلينا هذهك في الحضور هناك جنب الإله خلينا ومن الحاقة تاني إن شاء الله ليه؟ لأنه والله همنا أهلنا في المنطقة دي وفي غيره نذكر نحن ما أحسن منه وقد يوم القيامة هون يخش الجنة ونحن نخش جهنم لأن الحكم لله سبحانه وتعالى لكن والله خايفين عليه كل مرة بتسمع كلامنا الآن تعتر تنادي شيخ خايفين عليهم من عذاب الله يوم القيامة في مشاكل كثيرة قال إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون قال ويوم يقول نادوا نادوا شركائي الذين زعمتم عليك الله الله يوم القيامة لو قال لك الناس الكتب تناديهم في الدنيا الآن ناديهم جيبهم ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا يعني مهلكا شكيا جماعة الله سبحانه وتعالى في القرآن وعز العباد وذكرهم فقال تعالى ومن الناس صنف من الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا دينا الصغار لو أن لنا كرة كرة يعني شو يعني رجع إلى الدنيا فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا والله بعدين تنظم يوم القيامة ما في شيخ بحلك أوه عاي يغشك ولكنت بس خل أمسك فينا نحن بعدين دربك مارك زي ما واحد قال ده ابتعى الطريقة القادرية اسمه إسماعيل محمد سعيد البغداد القادر وما ظلمناهن نحن زول ماشي في الشارع ساي ما من يتكلم فيه لكن كتبوا الكتب دي هنشروا بين الناس دي المنرد عليهم بين الناس هنشروا بين الناس قال كلام والله الذي رفع السماء ما سمعناه من فرعون ولا هامان ولا قارون ولا أبي بن خلف ولا غير من عتاة الكفار والمشركين قال اسمه اسمه إسماعيل محمد سعيد البغداد كتابه اسمه الفيوضات الربانية في المآثر والأوراد القادرية صفحة تلاتة وستين لخمسة وستين وطبعوه في مصر عشان ما يقول له كنتو ناس السعودية وجايين ما نحن معنا السودانيين زي كنا ما أكلهم رقيقة بيكسره ما بيش سعودية السودانيين زي كنا قال فيه في نفس الكتاب ده في نفس الصفحة والصفحة البعدة والبعدة قال عن شيخه ملكت بلاد الله شرقا ومغربا وإن شئت أفنيت الأنام بلحظتي وقالوا فأنت القضب قلت مشاهدا وأتلو كتاب الله في كل ساعة أو لحظتي وناظر ما في اللوح من كل آية وما قد رأيت من شهود بمقلتي فمن كان يهوانا يجئ لمحلنا ويدخل حمسادات يلقى الغنيمة مريدي أسمع الكلام ذا كيف قال مريدي تمسك بي وكن بي واثقة إنت تتمسك بي منوعية معا قال لك مريدي تمسك بي وكن بي واثقة لأحميك في الدنيا ويوم القيامة مشا قدام قال وكن يا مريدي حافظا لعهودنا أكن حاضر الميزان يوم الوقيعة تلقاني قدام قدام بيزبتلك في زول قدام بيزبت له زول قال يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله قال إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله قال في سورة عبسة قال فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل مرء منهم يومئذ شأنه يغنيه وقال بيجر من أمه بيقيف له الحوار بتاعه أمه عادية لولدته بيجر منها يقول له أنا نفسي نفسي يقيف لديه يقول لك يوم القلوب الكزم أبو قروم بيجيش تنظم يدك ديك هناك قال يوم القيامة تدك ديك هناك قال لك وخشعت الأصوات للرحمان فلا تسمع إلا همسة وقال له قال وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ناس خايفة إنت تجد ديك ديك بينوبة يفوضى إنت تجعله يوم القيامة تسوي إزعاج هناك والله قال كلم عن الفاكزات وقال عن الشيخ والله جاء بكلام ونجر أنا ما لقيته على وجه الأرض أبدا قال ذراعي من فوق السماوات كلها ومن تحت بطن الحوت أمددت راحتي وأعلم نبهة الأرض كم نابت وأعلم رمل الأرض كم هو رملتي جوز الله يزي خير وأعلم قال ليه حكي لين حقها تتومساح ضين سمع في مقطع نحكيها إن شاء الله أني انتهي من ديل أنت النجلة التماسيح ديل موضوع ده طويل جدا والله قال ذراعي عليك الله جماعة أسمعوا الكلام ده في مسلم برضاو قال ذراعي من فوق السماوات كلها ومن تحت بطن الحوت أمددت راحتي وأعلم نبات الأرض كم نابت وأعلم رمل الأرض كم هو رملتي وأعلم علم الله أحصي حروفه وأعلم موج البحر كم هو موجتي أنا كنت في العليا بنور محمد وفي قاب قوسين اجتماع الأحبة أنا كنت مع نوح أمنا الأمة دي شوفوا قال ما شاء وين قال أنا كنت مع نوح أشاهد في الورى بحارا وطوفانا على كف قدرتي وكنت مع إبراهيم ملقا بناره وما برد النيران إلا بدعوته شوف دعا لك الله قال نار إبراهيم ذاته بردها بجنو دعوته أنا قال 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 قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم قال وكنت معي عقوبة في غشو عينيه قبلية قال وكنت مع راعي الذبيح في داءه وما نزل الكبشان إلا بفتوتي وكنت معي عقوبة في غشو عينيه مش هم يقول لك ده اللي بنبزه أسمع الذول اللي شوف بنبز كيف مش بيقول لك نحن بنبز ما بيه نبزه الكلام ده كله مسجل ما بتلقى فيه نبزه ونالك قالوا كذي والله قال كذي كان قلت لنا القرآن القرآن قال لك قالوا قرآن قالوا أقرأ سورة مريم قرآن قال وقالوا اتخذ الرحمن ولده لقد جئتم شيء عن إيده بيجيب لك قالوا بيرود عليهم ده الدين كذي هنا قال وكنت مع يعقوبة في غشو عينيه وما بريأت عيناه إلا بتفلته قال أنا تفيت في عيون يعقوب عليه السلام حتى ينبقى كويس آسي ده أدب مع الأنبياء ده لا أدب كذي هو يعقوب في زل تفة في عينه والله قال بالقرآن في سورة مريم فلما أنجاء البشير ألقاه ألقى الثوب يوسف عليه السلام على وجهي على وجه يعقوب فارتد جنو بصيره ولا فيه تفة ولا فيه بزة كلام كذب زائدة قال وكنت مع يعقوبة في غشو عينيه وما بريأت عيناه إلا بتفلتي وكنت مع موسى مناجاة ربه وموسى عصاه من عصاه استمدتي قال عصاتي أنا الأصلية جروا منا عصات موسى عليه السلام فالنجر ده ذاته قدر كيف وقال لي ما شاق الدام قال لهم أقول لكم شي بعد ما شاق الدام واخد راحت قال لهم أقول لكم شي أنا الذاكر المذكور ذكرا لذاكري أنا الشاكر المشكور شكرا بنعمتي أنا العاشق المعشوق في كل مضمر أنا السامع المسموع في كل نعمتي أنا الواحد الفرد الكبير بذاته أنا الواصف الموصوف شيخ الطريقة وما قلت هذا القول فخرا وما قلت هذا القول فخرا وإنما أتى الإذن حتى يعرفون حقيقتي وقالوا يا هذا تركت صلاتك الشيخ يتبقى تصلي معانا في الجامع ليه ولم يعلموا أني أصلي بمكتي ما شفتوني يقول لك خطوة هنا وخطوة وين خطوة في مكة دا كان جكا بيصل وين وذا إذا خطوة هنا وخطوة في مكة خطوة في بلد وخطوة في مكة دا باقي لكن سكاو كلب دا بيجير وين دا دا لعبوا الدين يا آخي خطوة هنا وخطوة في مكة دا ذاته والله دا ذاته جلا بيته قذر كيف ياخدى كله كذب وكله لفه دا ورانا جماعة نحن والله شيخ محترم اقرأ قرآن يسبح يستغفر يصلي في الجامع ادعو الله عقيدته صحيحة والله منسي ليه بيكلمة لكن دا تشيل حق الله تقول أنا بعلم الغيب واجيب الرائحة زي ما قالوا قوماك نزاور الأولياء الأقطاب ليهم نشاور منهم خفي الحال منهم مجاهر منهم عليم بالغيب باطن أظاهر قال في شيخ بيعلم غيب الله يقول في القرآن قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله في كلامه وضح من ذا تجيب يقول لي بعرف الرائحة عشان كاي المرض جيو أبو يا الشيخ غنم هيتراحت يعاين لها كذي وجر لها حاجات زي الجنازير بعد شوية يقول لي غنمائي تكفي الكوشة تمشي الكوشة المرة تلقى الغنمائي قاعدة فلا استواري تقول أوي دا خطر مرة واحدة هو أصلا الغنمائي لما انتروح بتمشي الكوشة ماذا يرى لا فكيه أصلا ما في غنمائي راحت مشتها الترنبا بتاعتها البنزين تكوب بنزين غصيلة هي راحت معناها مشتها الكوشة معروفة الغنمائي يغشوا الناس يا أخي يقول لك باعلم الغيب وكذي هو ملائكة ملائكة يا ناس أفضل الملائكة ولا الشيوخ ملائكة في سورة البقرة نازل لو قروا سورة البقرة بس بقرة بس قال له قال الصفحة ستة في سورة البقرة قال وعلم آدم الأسماء كلها الأسماء دي في تفسير من كثير يعني أسماء الأشياء قال لدي شجرة ودى جبل ودى نهر ودى كذا علموا الأشياء أسماء الأشياء وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا قالوا شنو الملائكة سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا لو بعلموا الغيب كان قالوا كذي ما كان قالوا لدي سيمة كذي ودي سيمة كذي قالوا أنا ما عارفهم قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنباهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون ملائكة ما بعلموا الغيب تقول ليه ده بعارف الغيب يرسل في إلا زلزل شوف بتاع سفلي بتاع شياطين وبتاع شياطين ده دارت انتهي من قصته أقف جنبه وقل أقرأ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم آية الكرسي دارت عارفه دجال أقرأ آية الكرسي وقل ليه الله شوف لينا الرائحة وين كان ما عين لك قال لك الله الليل الشبكة طاشة كذي مش تعالي يوم تاني كان ما وراك كذي ولا أقف جنبه وأزن عشان الشياطين بتاعينه يطيره ولو ما شيت له الرسول صلى الله عليه وسلم قال من أتى عرافا بالدعي المعرفة بعلم الغيب فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم ولد ذهب رائح وشوف لي وين ده كفر بالله سبحانه وتعالى لأنه ما بإعلم الغيب وأي زول دارت أكد إنه ما بزول بإعلم الغيب إلا الأنبيا بالوحي مش الأنبيا سايب يعينه كذي بيقوله ده غيب لا لا بالوحي بالوحي ما بعينه كذي يقوله الغيب الفلاني بيحصل كذا وكذا الأنبيا ذات بالوحي عالم الغيب عالم الغيب فلا يظهر على غيب أحدا إلا من ارتضى من رسول اللي هو عن طريق الوحي دارت عارف الكلام ده أقرأ القرآن قال تعالى يوم يجمع الله الرسل لا دي في سورة المائدة يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم يا رسل إنت بعد مدت الحصل ولكن شنو قالوا لا علم لنا شاء ما يقول لك الميض بيسمع بعرفة البعيدة وكذا ده الرسل يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب إبراهيم عليه السلام يخجوه ملائكة في شكل بشر سوى لهم شنو فراغ إلى آله فجاء بعجله سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة لو عارفهم ملائكة كان جاء بلون عجل وكان عارف الملائكة لبتأكل ولابتشر الخضر عليه السلام موسى ثلاث مسائل عليه السلام الخضر يقول له وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرها لو بيعلم الغيب كان قال لي عبارة زي دي ما كان قال لي وديك دي وديك دي وخلاتي امتها الموضوع ولذلك يا جماعة هوي الغيب دا لله وحده في سورة النحل ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير في سورة الأنعام قال تعالى عن نفسه وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها لقى الله شوف عظمت الله دي كيف إتا عندك أسي مزرعة زي دي كدي عندك بلدات وحواشة يجيبوا لك الفطور في عمود من الصباح بدري تجي شايل عمودك تمشي بعيد تزرع النهار لما الشمس ترتفع تقوم تجوع عندك شجيرة شجرة صغيرة فيها ضل تجي تنبطح فيها وتقعد وتفرتق العمود والتجيعان قبل ما تاكل تجي صفقة واقعة من فوق تج في الأكل وبجاي صفقة وبجاي صفقة والمحل كل صفقة الشجرة حقت منه حقتك تا لا نا في مزرعتك لو قال لك شجرتك دي فيها كم صفقة بتعارفة حقتك تا ذاته فيها كم ولقوا الله ما عارفة الله قال لك وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين شجاء يا جماعة نحن دارين الناس تعظم الله دا جل وعال عظيم والله ياخذ السماوات دي ما بتغني على الناس سماوات دي براء بس كذي شوفوا بالليل خلي الكهربة تقطع وعاين فوق شوف الله نوار دي حس دي انجروا به كهربة دار الله كم كيلو انجروا به كهربة وينورها كم كيلو ودي مولي عزاته كم سنة المطر دا انت ازي ندوك لو احتلج قال لك فين وص الشميس اقيف كذي ما تنزل ولا نقطة تقدر تقطع نجط منك الله السحاب دا كما قال لي انزل نقطة ما بتنزل والقوة دي كيف والسماوات السبعة دي شايفة دي مش كبيرة عاين هناك سما هناك سما دي مع الكرسي كحلقة ملقات في فلا كرسي دا قدر كيف وسع كرسيه السماوات والارض ولا يؤوده يعني لا يكرثه لا يعجزه حفظهما سماوات دي تتحافظها الله سبحانه وتعالى ما بيحفظ لك جناك تعاليك فيه كمون وذاته السودانين دي اللي بدون عين أنا ذاتي سوداني زيك كده طفل تلقى ريالته سائلة وماكله خدر بايته وتلقاه لابس فوق فنيلة وتحت ما في شي وعايم في الطين في الطين عايم ومجلبة ومالان غبار زي الفولة المدمز كله تلقاه بعد دي علقوا لك أمون تقول لهم دا جنو لك والله خايفين عليه الدعين وذاتي بده عين ولا بده عين ذاته يقول لها لعب سايا يا أخي ذا أخي بيحفظ الله يا أخي سبحانه وتعالى ولد حفظه من الصباح أو حصنه بيقوله الله حد من المحستين ثلاثة مرات يالله فكه خليه لعب تاني مبجيوش الله بيحفظه لك سبحانه وتعالى والله حفظه جوا بطنمه تزع شهور تزع شهور اللوم تكون نائمة والطفل صاحي شوالقوة دي كه واللوم تكون صاحية شغالة في المدبخ والطفل نايم ونص اللي يصحى الدية شلوت تقول لك ضربني بيجاه يوه بيه بطموم عمك ده مزخم من جوه هنا الدية كده تقوم اوك تصحى والمرأة تأكل شطة تدق الشطة في الفندق تأكل شطة الطفل ده ليه الشطة ما جعته في عيونه الله مغتيه بغشة والغشة جوا ليه موية وموية ما موية عادية ما موية بيضة كذي طعم طعم ولا زرقه موية ذاتة غريبة جدا الزالة الكبيرة الشاب عمره خمسة وعشرين سنة لو دخلوا خشمه ونخريه ووشه في البحر جوه ساعة بيه حياة ولا بغرق يموت طيب الطفل ده ليه جوه بطمومه خشمه كله موية ما غيرك ليه عندنا فهمت شغل ليه ما غيرك لانه الله سبحانه وتع عظيم يلا وعلا يأكلوا ليك وشربوا ونظفوا كله منك بس سير بس سير وابن القيم قال ابن آدم ده لو عاين بالداري جي كذي لو عاين كان عرف انه الله قدر ما يكفر لباب بيفتح لباب احسن منه ما كان مشه ليه فلان ولا علام من الناس قال انت في بطمومك بتأكل بمجرى واحد مجرى واحد بس الحبل السري قال مجرد ما تبرك من بطمومك قفلوا لك المجرى قال يفتحوا ليك اتنين صح ولا ما صح اتنين تشرب بيجاي وتشرب بيجاي والطفل ده ذاته ليه ما بيرضع فيه اصبع امه ليه بيرضع فيه محل معين العلمهم هذا الله سبحانه وتعال قال بعد يفطموك قفلوا ليك اتنين بتاعت المرأ يفتح ليك اربعة قال اربعة قال طعام من الحيوان شيو كبدو وناي وطعام من النبات فولو طعميو عدس وغيرو وشراب من الموية وشراب من اللفن الموية تلخبتها بحاجات تاني قال تموت قفل ليك الاربعة بتاعت الشراب وبتاعت شنو هلاكل قال ان بقيت صالح لفتح ليك ابو ابا الجنة وهين تمانية قفل اربعة فتح كم تمانية انت ليه تسيء الظنب الله يا اخ تقول والله انا كان ما مشيت لي فكفلان اموري ما بتجيه وباقي ميت انا ده اريع عارف المصيب تو اكبر يا جماعة الزولة في المستشفى بتوجع ولا الزولة الماد عديل كذيه ده ماد عديل كيف نجيك من الكرب والمصائب فلذلك ايماعة ده ملخص الكلام الناس لا تلجأ ليه شيخ ولا فكي ولا ليه ولي ولا ليه صالح من عمل صالحا فلنفسه ده القرآن كذيه وده ما حق جماعة كلامنا ده ما حق جماعة ولا تبقى في اي جماعة وده ما كلام السعودية ولا مصر ولا السودان ده كلام رب العالمين كلام رب العالمين سبحانه وتعالى توكل عليه اعتمد عليه تحسن الظنب لو عصيته الف معصية تقوم براك تتوجه ليه يا الله انا اغلطت الف مرة اغفر ليه بيغفر ليك ولا ما بيغفر اغفر يا قال قل يا عبادي الذين اسرفوا اسرفوا دي يعني تجاوزوا الحج اسرفوا اسرفوا اي تجاوزوا الحج قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقضطوا من رحمة الله لا تجأسوا من رحمة الله دائر جنة اسأل الله والله لو عمرك تزعين سنة يديك جنة ما شفت ابراهيم عليه السلام انت قال اول ولد ولده لعمره كم عمره ابن كثير قال اربعة وتمانين سنة ابراهيم عليه السلام ده في تفسير الآية من سورة ابراهيم الحمد تكون صابر هون يجوك اسمع ما بقيتو تلاتة لما بقينا تلاتة هي ركشة تاني بعض يومين يجوك اسمع مافشي يا غشي بجي بوبا القوة هو هو بجي اوزو المشلول تلقى عندو سبعة جهلة واحد تلقى سايقلوري بيت واحد يلف تلقى جنة ما عنده تلقى عندو عمارة تزعة طوابق وساكن فيه هو مرته بس تلاتين سنة ما عنده تلقى لبالقروش ولا بالصلاح اولا يقول لك عشان صالح كفار ده لسي بلدو ولا ما بلدو بلدو تيمان ما جاء في الصينين ده بشابه وكب كفار تلقى ونلدو ومسلم تلقى ومرات ما شغلت يا جماعة عند الله وعك تمشي لك لعزول تقول لك شوف لي وسوي لي وكذا ويشوف المرأة يقول لك هاك التراب ده اكشحه في الحوش منطقة الحوش تمشي تكشح التراب وخلي للمرأة الترابة في خشمك ما عارف الحاصل عند كله لخبتها ولغوثها الناس تعتمد على الله وتتوكل على الله وتجعل عقيدتها في الله صحيحة وانا كلام ده حار ما عليش لكن الدكتور مرات بيشرط البطن شان يطلع المرض هو حار شغله لكن دير للناس الخير وعندك زائدة ممكن يجيب لك تلجأ وقطع يهبش لك ببرة تبرد شوية تاني جيك لما انت انفجر تكتلك ولو ناصح الدكتور ده بيجيب مقص ويبنجك ويشرط لك البطن ويطلع لك الزائد ويرجع لك تاني ويقول له الله دكتور تعبتني لكن في النهاية ارتحت الحمد لله لك جماعة الإنسان يعتمد على الله يتوكل على الله ويتبع الرسول عليه الصلاة والسلام ويصبر على أذى الناس وإذا مد الله في الآجال ووفق الناس تاني بتجي زيارة وانا والله يشكر أهل المنطقة دي جميعا رجالا ونساء ومصلين وغير مصلين والناس اللي بيستمعوا لنا في البيوت والكل على إكرامهم نحن والله الصراحة ما عشان قدام الناس لفينا البلد دي والناس شفنا الكرم لكن شغل زي شفنا في البلد دي ما شفناه جينا الساعة الثلاثة صباحا أخونا عباز العريز استقبلنا بصدر رحب ومتبسل ومتكيف ويمشي بيجاي ويجيب ده بيجاي وسوي ده بيجاي الناس في الجامع الامام جزاء الله خير فتح للناس المجال تتكلم الناس في العقد بعد العقد بدل حفلة وكلام فاضي الناس تكلمت في الدين بدل يجيبه فنان يرقص الجماعة ولاقيته باللفة والألم العلي خفة ألم بتعشره جاءبوا ناس دين الحمد لله يتكلموا خير ونسأل الله تكون سنة حسنة أي زلار الزوج فزدين تلفون بنجيك ساي ما ذارينيش والله لا ذارين ساي ولا نائب بنجيك ساي بس لوجه الله نسأل الله يوفقنا وإياكم ونشكر الجميع على حسن استماع وعلى إكرامهم بارك الله فيكم وبارك للزوجين وبارك عليهما وجمع أيوة أيوة نعم نعم جزاك الله خير سأل سؤالين أيوة آه قصة التمسح طيب آه الخضر عليه السلام سأل عنه سؤالين الخضر ده يماعة بتلقى في الكتب ناس بيقوله ولي وناس بيقوله نبي لكن الصحيح إنه الخضر نبي عليه السلام الدليل على إنه نبي وإنه الله وحليه القصة ذات في نهاية الخضر عليه السلام قال وما فعلته عن أمره وإنما هو من أمر الله سبحانه وتعالى ده الجواب على السؤال شنو؟ الأول الجواب على السؤال التاني إنه الخضر عليه السلام هل هو حي ولا ميت الجواب أنه مات الدليل قول الله تعالى في سورة الأنبياء وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن ميت فهم الخالدون وهل الخضر بشر ولا ما بشر بشر عليه السلام وهل قبل الرسول ولا ما قبله صلى الله عليه وسلم قبل الرسول عليه السلام إذا ما دام إنه قبل الرسول عليه السلام والآية واضحة وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن ميت فهم الخالدون هو مات وفارق الدنيا طيب بالنسبة لي قصة التمساح دي دي اصلا دي جابوها ككرامة جابوها الصوفية ككرامة ونحن بنقول في كرامات لكن ما زي كرامات الصوفية دي الكرامات في القرآن زي اصحاب الكهف الناس بنوموا ساعة ساعتين ثلاثة يوم يومين ديل ناموا تلتمية وتزعة سنة دي كرامة فهمت كلامي كرامة زي مريم عليها السلام كلما دخل عليها زكريا المحرابة وجد عندها شنو نحن نؤمن إنه في كرامات لكنها جماعة الكرامة مبتخالف القرآن لما نقول شيخ فلان بدي الجنة دي خالفة القرآن وذكرنا العديل لكبينه يبقى دي ما كرامة لما نقول شيخ فلان بنجي من الكربات دي خالفة القرآن عشان كذي دي ما كرامة قامهم جابوا كرامة ولدنا دي القبير سأل أظن أضحكته عشان كذي شنو لأن كرامة مضحكة وغريبة جدا وكذب في كتاب اسمه الطبقات الكبرى المؤلف اسمه عبد الوهاب الشعراني وده من كبارة صوفية حتى البرع في نصر المؤمنة قال أسيدي الشعراني الناشر لعلم الله يبقى مادحه الشعراني ذا ترجم لمحمد الفرغلي شوه الكرامة دي بتخش رأس دول شا تعرف النازل عندهم كذب قال خطفت تمساح بنت مخيمر النقيب تمساح خطف بنت مخيمر النقيب فجاء إلى الشيخ محمد الفرغل وقال له يا شيخ إن التمساح خطف ابنتي فقال الفرغل محمد الفرغل لمخيمر النقيب اذهب إلى البحر ونادي بأعلى صوتك يا تمساح تعال كلم الفرغل قال لا مش قوله التمساح تعال اتكلم مع ابنو مع الشيخ الفرغل وفي تمساح بعرف الفرغل قال ماشى قال قال فجاء فخرج التمساح من البحر كالمركب والله مكتوبة كذي قال والخلق عن يمينه وشماله جارية ناس جارين بإجاي وناس بإجاي والتمساح زي المركب جماري قال حتى وقف بالقرب من باب الشيخ التمساح لا تعرف بيت الشيخ كيف نعرف دي قال فخرج الشيخ فأمر الحداد بقلع جميع أسناني الشيخ قال للحداد قلع أسنان التمساح ده لأنه خطف البدء والتمساح واقف والحداد قاعد يقلع له شنو وزول بقلع له زنو من غير بنج بس بأجنة وشاكوش تل تل وقف التمساح قال قال ثم أمره بلفظها قال التمساح الفظ الماء البدي يعني أطروشة يعني قال فخرجت حية متهوشة البيت بعد أكل التمساح قال مرقت حية تاني قال أنا لحد هنا ما أضحكتني القصة ضحكتني نهايتها قال ثم أخذ العهد على التمساح ألا يخطف إنسانا وهو حي قال لا تمساح تاني أنا قاعد في البلد دي أوعك تخطف ليك زول قال والله مكتوبك قال فرجع التمساح إلى البحر ودموعه تسيل بك التمساح عديل عمك ده قال التمساح ووق بك ورجع هنا في تمساح بيبكي والتمساح ده إن لقاك في الدلالة بيصقعك إن لقاك في دكان بيصقعك إن لقاك في البحر كذا خلق شوف بعرف لك بك والله ده يبكي كتا تمساح تبكي تمساح والكرامات دي عمك كثيرة مش ده بكى تمساح في قصة أخيرة نحنا نختم بها ده في كتاب الطبقات لمحمد وضيف الله ده سوداني كمان قال اسمه موسى بن يعقوب قال من كراماته أنه علم منطقة طير اتكلم عادي معه الدبرك وبيدعشوه شكرا قال ذات يوم المشاط يمشط رأسه الكلام ده صفحة مية سبعة وتزعين مية تمانية وتزعين في الكتاب والطبعة مكتوب الدارة السودانية والطبعة الفين واثناشر يعني قبل ستة سنوات دي الفين وطمنتاشر قال علم منطقة طير ذات يوم المشاط يمشط رأسه المشاط يمشط في رأس الشيخ قال فجاء الطيرة بكوة البيت هو مرات بيكتب بالدارة قال جاء الطيرة في الكوة بتاعت البيت اللي هو زي الشباك ده ديك قال فسكسكت له فسكسك هو لها والله مكتوبة كده الطيرة سكسكت بدل انهاره أبوك الشيخ ذاته سكسك معه السيانة زيدة ما أبوكه مارك بخليه وزول بسكسك مع الطير ده أنا بقعد لتاني قال ثم جاء الطيرة أخرى والله مكتوب كده قال فسكسكت فسكسك هو لها تاني الطيرة التاني فقال المشاط للشيخ يا شيخ سألتك بالله الذي لا إله غيره الطيرة إن قالت لك وأنت إن قلت لا قالت لك شنو ويتك قلت لا شنو قال زوجاني وفقت بينهما تقال لها والدبرك قال له ده والدبرك وبدعشوش يا زعلانين صالحتون تلاها والدبرك ما تطلق العرز بك غالي يا بدا عشوش عشان خاطر الزرازير الصغار ما تتهوره تمشي بيت أبوك وقال صالح أكل لغبة والحياة دي لو بقيت أحكيها لك بالطولة الكلام فيها ودي كتب وكلامنا دره وكذب أمشو المغابر شوفون ابن الميت رسول قال جابر رضي الله عنه في صيح مسلم قال نهى رسول الله أن يبنى على القبر ويجصص ويقعد عليه هالجزة الزيلة أسمن دي كله حرام قال قبر تدخل لقبر بس ابنه فوق القبر ويجن النساوين يقعدا ويبركا يا شيخ فلان جيناك كم مرة وما حلت لنا مشكلتنا ويدفعوا لقروش قروش خدته على الميت والميت ده مش الآخرة يوم لا ينفع مالون ولا بنون خدت لقروش شاكي الشفع دين لو مشوا القبة كان لقيته قروش حلال يشتروا بقى حلاوه ما فيه أي شيء شيلوا طوالي فيه ميت دار لقروش والله لخبة تساي والله الذي لا يلغى يشير القروش كده ويقول لك بينفخ انفخوا بنشر انفخ جنو ما في زول بينفخ كان منفخوا كان نفخونا نحنا اللي تكلمنا فيه ينزاتوا دارين انفخونا شوية كان جلابية ما في نفخ يا قول لك بينفخك وبكرفسك وبعمل ليك قل لي يصيبنا عشان كذا نقول لك كرجل زول اللي بيمش موحد في الأرض جزاكم الله خيرا على حسن استماع وبارك الله فيكم وصلى وسلم على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته